عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اجتماعا مع قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر فاسيلس جورباريس وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخلق البيئة الأمينة لمرور السفن التجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة واستعرض عبد العاطي الشواغل المصرية إزاء التصعيد الحالي في المنطقة على ضوء التوترات الأخيرة وتأثير ذلك على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس موضحا ضرورة العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة وهي استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق نظرا للاهتمام المشترك لتهديئة الأوضاع في المنطقة ولسلامة الملاحة في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر